أدنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال والذين أسفراء عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وأعربت مصر عن خالص التعازي والموسال حكومة وشعب الصومال ولدوي ضحايا هذا الهجوم المشين متمانية الشفاء العاجل للمصابين هذا وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولية لتصدي للإرهاب وتكفيف منابعه